موسيقى 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 وبقى ناعز في الفراش بلا ما يتحرك تقدر يتعرض لهذه الجلطة أي مشكل للواحد تقدر يبقى طريح الفراش الواحد المدة أو ساعات طوال مثلا الناس اللي يمشوا في القطار أو في الطائرة 1-8 أو 10 ساعات بلا ما يتحركوا تقدر يكونوا معرضين لهذه الجلطة أو لفليبيت فالناس اللي كيكون عندهم مشكل من هاد المشاكل سيكونوا طريح الفراش لسببين ما أو تكون عندهم بعض الأمراض الباطنية تقدر يكونوا معرضين لهذه الجلطة فمن بين الأعراض تقدر يكون رجلين كيتنفخوا الواحد تقدر يكون ألم انتفاخ تكون واحد الحمرية فأي واحد كان طريح الفراش لسببين ما وحس بهذه الأعراض فهو لا بدأ متشخيص فاش ما يكونش عنده مضاعفات ديل هاد الجلطة أو لفليبيت واللي على رأسها انسداد رئوي أو لومبولي بالموناء واللي هي مسألة صعبة جدا وغيرت تقدر ليحفظ ديحة الممات فالنصيحة أن الواحد من يحس بعض الأعراض ولا بدأ ما يمشي عن طبيب مختص باش يدير لي واحد شخيص ويعطيها العلاج الملائم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر